المدارس الحكومية الدولية ويعني ما تقدمه واختلافها ممكن حضرتك تعرفنا أكتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم ورحب حضرتك والمشاهدين طبعا وسألنا نكون معاكم النهاردة وحبن بيستقبل عام دراسي جديد وإحنا هنكون أول تجربة أن العام الدراسة يبدأ 17-10 في باقي المدارس الحكومية لكن بالنسبة للمدارس الدولية البداية من 15 سبتمبر وإحنا المدارسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زيد ده هنبدأ إن شاء الله يوم الحد اللي جاي 20-9 بإذن الله وسط إبراءات احترازية بإذن الله في البداية بس عايز أقول إن في مشهد كده شدنا كلنا ودنا طاقة إجابية بتاع الأستاذ الصفية اللي هي بنتشرف إنها بتنتمي للتربية والتعليم عملت مشهد جميل جدا أحيا فينا حاجات جميلة في المجتمع المصري وكل الناس كانت في المعهد الأستاذ الصفية بالأمومة بتاعتها بالتصرف العفو اللي عملته الجند بتاع قوات المسلحة بالتزام وانضباطه العسكري رئيس السيسي واللمسة الجميلة وجبر بخطيرها وخطرنا كلنا مكرمها القائد العام للقوات المسلحة مكرم الجند وكرم الأستاذ الصفية وطبعا مرورا بوزير النقل المهندس كامل ووزيري وطبعا كان نمسك الختام معالي نائب الوزير الدكتور رضا حجازي لما قرم الأستاذ الصفية نائبا عن معالي الوزير الدكتور طارق شوقي في مدرستها وبعد كده عمل ندوة عن القيم والأخلاق في المجتمع المصري فدي كلها بصراحة كانت لمسة جميلة جدا إيجابية في بداية عام دراسي إن شاء الله يكون موافق بإذن الله المدارس المصرية الدولية بدأت بفكرة في 2014 برتكول سلاسي ما بين وزارة التربية والتعليم وما بين مؤسسات راعية تمتلك مدارس دولية في أمورة مصر العربية ومنظمة البكالورية الدولية تم افتتاح أول مدرسة اللي أنا بتشرف أن أكون أول مدير لها في 2014 بعد كده عملوا فرع تاني في المعراج في المعادي في محافظة القاهرة وفيه واحدة تالتة في التجمع الخامس المدرسة المصرية الدولية الحكومية الفرع التاني في التجمع العامل قبل الماضي توسعت وزارة التربية والتعليم بناء عن نجاحات الحقيقة المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد والاعتماد من منظمة بكالورية الدولية مع اعتماد البي اس اي للايزو 9001 طبعة 2008 وطبعة 2015 ده شجع وزارة التربية والتعليم اللي نتتوسع في نطاق المدارس الدولية الحكومية بإنشاء عشر مدارس أخرى بنظام الاي جي ونظام الاي جي نظام محترم زي اي بي بالزبط في عشر محافظات مصرية الخبر الجميل كمان إن السنة دي إن شاء الله مع افتتاح العامل الدراسي هبقى فيه أربع مدارس تانية هيتم افتتاحها مع بداية العامل الدراسي واحدة في العشر في رمضان واحدة في مدينة ناصر واحدة في بورسعيد ومدرسة تانية في 6 أكتوبر يعني محافظة الجيزة هيصبح فيها ثلاث مدارس واحدة بنظام الاي بي في الشيخ زايد فيه واحدة افتتحت العامل قبل الماضي في 6 أكتوبر وفيه واحدة تفتح في 800 فدان بردو في مدينة 6 أكتوبر فده شيء جيد جدا إنه حدي بتقول إيه بقى بتقول نحن نقدم تعليم حكومي بجودة عالمية دولية معترف بيها بمصاريف تناسب الطبقة المتوسطة وده شيء جميل جدا الرئيس دايما ما بيتكلم بيتكلم على الطبقة دي الطبقة المتوسطة والأقل المتوسطة اللي المفروض دي إنه نقدم لها كل الخدمات ويكون لأكثر رعاية المدارس دي بتقدم تعليم معترف بيه دولي نظام الاي جي ونظام الاي بي اللي هو موجود في القطاع الخاص بمئات الألوف ومكلف جدا وفيه ناس كتير قوي بتحلم إنها تدخل ولدها لكن لا تستطيع من ناحية المادية وزارة التربية والتعليم بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية قدرت إنها تنشئ النوعية دي من المدارس وتتواصع فيها الكور بتاع النجاح بتاعها أو الأساس بتاع النجاح بتاعها وجود دور مجتمعي متمثل في المؤسسة الدولية وبعد أصحاب المدارس الدولية اللي يوم صمعة وبتقدم ورغبة إنها تقف مع الدولة في المشاريع بتاعتها وتقدم خدمة مجتمعية ومتميزة إنها بترعى نوعية هذه المدارس كون إنها بتحط نفسها داخل المشروع ده دي ضمانة أكيدة على نجاح المشروع لأنها بتقدم خبراتها والنحية الفنية مع سيطرة وزارة التربية والتعليم من ناحية الإدارية بنقدم نموذج للمجتمع المصري بدأ بمدارسة واحدة النهاردة حم نتكلم على 17 مدارسة دول حكومي في كل ربوع جمهورية مصرية بتوتيح نظام التعليم ده لأسرة المصرية ترجمة نانسي قنقر